نهاردة فخبط الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتمع مع دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ومعالي الوزير السيد القصير وزير الزراعة وسط صلاح الاراضي الاجتماع كان على ايه؟ الاجتماع يا مولانا كان على متابعة منظومة الانتاج الزراعي والامن الغذائي في بلدنا في مصر الريس بطبيعة الحال ما بيفوتش لحظة غير لما يوجه بانه عايزين نشتغل على المزيد والمزيد من تطوير منظومة الزراعة التعاقدية للمحاصيل حلوة قوي وهقولك يعني ازرعة تعاقدية بعد شوية حلوة قوي ربنا يخليك افند بهدف ايه؟ دعم المزارع والفلاح وتعزيز دخله وزيادة ارباحه على انه تتم مراجعة اسعار التوريد الاسترشادية قبل موسم الحصان لعشان نشوف الدولة هتقدر تقدم حافز مالي قد ايه يضاف على السعر اللي هنروح ناخد به المحصول من ناحية تانية معالي وزير الزراعة السيد القصير عرض الخطة التنفيذية لزيادة نسبة الاعتماد على التقاوي المعتمدة في مختلف المشروعات الزراعية على مستوى الجمهورية لانه من وجهة نظر معالي وزير انه ده محور من اهم محاور تعظيم الانتاج الزراعي كمان تم استعراض الطاقات الانتاجية المتوفرة دلوقتي وموقف المشروعات اللي هي قيد التنفيذ نعمل ايه بقى مشروعات زي مثلا انتاج الاسمدة وده شيء مهم جدا طبعا ده في ظل او في ضوء المتغيرات المتصلة بالساحة المحلية والساحة الدولية خصوصا انه الاسمدة بطبيعة الحال هي واحدة من اهم المدخلات والعوامل المؤثرة على الانتاج الزراعي والامن الغذائي يعني لما عملنا لزودنا كمية انتاج الاسمدة اللي موجودة عندنا هنا في مصر وقدنا نوصل بها الى اسعار اكثر مهاودة لو صح التعبير ده معناها انه المنتج الزراعي هيبقى مرده سعره مهاود ايضا فخامة الرئيس اطلع على جهود وزارة الزراعة في ايه بقى فيما يتعلق بتعظيم الثروة الحيوانية ويمكن ده اظن من الملفات المهمة جدا اللي الرئيس مهتم بها بشكل رئيسي ويمكن رحنا مع فخامة الرئيس لمدينة السادات وشوفنا هناك منظومة عملاقة مزهلة كان بحضور الدكتور مصطفى مدبولي وحضور معالي وزير سيد القصير كانت حاجة حلوة جدا جدا ورئيس كمان كان بيتكلم في هذا الاجتماع على حاجة مهمة جدا من تطوير منظومة الاعلاف طب اقول لكم حاجة حلوة الاول ايه هي زراعة تعقدية اللي هي زراعة بتاعت ان انا بقول للفلاح انا عايز اخد منك عدد كزا طن قمح خلاص كده الفلاح عارف انه بيزرع لهدف لسبب مثلا او زي ما انا كنت بقول مثلا ايه الاشوانجة عشاني حكيت الاشوانجة دي وسكت والله العظيم وزارة الزراعة منظومة مزهلة بالنسبة لي فكريني ما كنت بقول لكم على الاشوانجة اللي هي اسمها اللي بيسموها الجنسنج الهندي وانه كده نفسي فيه هزرع اشوانجة وانه ده محصول مهم جدا وانه هذا المحصول بيتم استخدامه في مصانع الدواء وانحنا بنستور التقريبة مش عارف بكه اتنين مليار بقى لو انا متذكر اظن اه وانه احنا ممكن والمزارعين المصريين مستعدين يوردوا الطن بربعمائة الف بدل ما بيتورد ربعمائة الف جنيه بدل ما بيتورد بمليون دولار وكلام من ده عرفت ايه بقى والله العظيم عجبتني بقى قصة وزارة الزراعة ده وده اندل على شيء بيدقول على انه المنظومة في الوزارة دي شغالة حلو انه في مكتب زي متابعة صحفية واعلامية يعودوا يشوفوا الكلام اللي بتقال على الوزارة في كل البرامج في كل القنوات في كل الجرائد في كل اللا ويخدوه مأخذ الجد يعني يبصوا عليه ويشوفوا فشافوا الجزء اللي انا بتكلم فيه على موضوع الاشوانجة وبعدين رفعوا لوزير الزراعة يوسف الحسيني قال في برنامجه ومش عارف ايه على موضوع الاشوانجة وانه ده هيبقى محصول جيد جدا لو ينفع يتزرع في مصر وان يوسف بيقوله اللي هو قراء بظبط كده لو انا قلت الكلام ده فعلا اللي هو قراء يخلي انه الاشوانجة تتزرع في مصر فالوزير بعت لمعهد البحوث الزراعية شوفوا لي قصة الاشوانجة دي تنفع تتزرع في مصر بكفاءة وبانتاجية عالية ولا لأ فكان الرد هي ينفع تتزرع في مصر وانه عندنا تربة تصلح لذلك والجو يصلح لذلك بس هنبدأ ندرس معدلات الانتاجية بتاعت الفدان في مصر وهتبقى تتخش بياخدوا الكلام جد انا قصوده جد مش زار بس انا عجبني ان الوزارة بتاخد كل حاجة جد طيب وزارة الزراعة هي اعتبرها كده عينة من الحكومة بتاعتك عينة مما نطلق عليه بفخر حقيقي الجمهورية الجديدة كل حاجة بتتخد جد مش حاجة بتعدي كده مفيش حاجة ما بتدرسش مزيع قال اربع خمس جمل اتخدوا جد طيب